السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بلغنا رمضان لا فقيدين ولا مفقودين اليوم ان شاء الله نشارك معكم ثالث معسلة رمضانية رائعة جدا وهو عبارة على سيغار باللوز والبيستاش كيجو كيحمقو بحشوة لديدة بزاف ومعلك وان شاء الله نشارك معكم جميع التفاصيل والأسرار اللي كيخبع عليكم الحلويات الكبار وما قبلوش يعطيكم الأسرار للمهنة فدائما سهل والبسط مع مطبخ إكرام العالمي كنتمنى ان شاء الله لكي شاهدنا اول مرة تشاركوا في القناة بواسطة الضغط على الجرس الأحمر سيسكراب او افوني وليدي جام شارك معلكم اتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم كل من هو جديد من قناتي نبدأوا على بركة الله مع المقادر وطريقة تحضر وكنتمنى لكم قبل فرجة ممتعة مع احلى سيغار باللوز والبيستاش يا سلام كما لاحظوا مزيج من القرمش والتعليكة اول حاجة كما كتشوفوا معي دائما قد تشربوا كل اللوز وخلوها من الزج هنا عندي 250 جرام من اللوز اللي تحنته مع 80 جرام السكر يعني ما يجيش حلو مرة 250 جرام اللوز كنفسخوا في المسخون كنسلقوا ونقشروا ونغسلوا ونخلقوا كاملة من بعد كنطحنوا اللولة بواحدة والطحنة الثانية مع 80 جرام من السكر عندي 100 جرام من البيستاج او الفستق الحلبي تهوى مطحون ناعم ومشي محمر لانه يتحمر يجب انه اللون غامق جدا يخرج الكحولية تهوى يكون طبيعي ناتورال واللي ما متوفرش لا يقدرش يعمل 100 جرام كامل يعمل احد ثلاثة المعلقات عندي واح معلقة من الزبدة معلقة كبيرة معلقة كبيرة من نكهة الفستق او البستاج واللي ما عندو شينا في اسبانيا بإنكا كنت تعملوا كريمة بستاتشو كريمة بستاتشو باستاتشو باستاتشو ونحتاج هنا وحم معلقة كبيرة من الغليكوز بالنسبة الاخوات اللي كيساقسيوني هذا هو القليكوز اللي كان شريوه من المغرب هذا الاسطلة هذا الاسطلة لا يتعدى 15 درام طبعا المسكة الحرة اللي سبقتي بشاركتها معاكم ندقها مزيان مع وحم معلقة من السكر عندي هنا وحجة 3 مالاقمين من ماء الزهر وعندي هنا زبدة نوازيت اللي كنتك نوجيت ثبت نميز ونحتاج لكي غليتا وصفية زبدة نوازيت ما يتعطينا وحم معدق رائع في المعسلات وفي نفس الوقت لم تقطعنا الورقة هذه المحتاجة فقط للدهن لم تقطعنا الورقة من كما يتعلق الزبدة العادية لذلك الحليب لذلك وحظو الورقة كما ترون بها شراء وحدنا نجراء كيفية العسل ليس كنت توجد العسل دائما اشارك معاكم ما خلف الكواليس انتما تشوفوا العقدة ديالي القاعدة دائما تقول كيلو دلوس في 300 جرام من السكر هذه المعسلات الرمضانية اللي انا كيكون تبع العسل وباش مكدش يحلوه وفعلا وفعلا من اللي كان عاصلهم وندوقهم مكدش يحلوه مرة ضيفت هنا يا مسكة الحرة 8 و 1.5 ملعقة طبعا كيكون تقريبا تلاتة الحبات حتى اربعة مطحونين ونضيفنا معلقة كبيرة من القليكوز 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 هو السر التعليقات في هذه الحشوة لانا من يمكن استعمال القليكوز تجينا من داخل معلقة وما تجيش انفرتته وما تبقاش من يمكن ان نخدمها تفرتته معنا عمشين نخسلي يدي دابا فسر في دابا غنعملنا يا الزبتة كما تلاحظوا معايا وغنعملنك هات البيستاج يعني انا غيجوني بزر تساؤلات الاخوات اللي عايشين في اوروبا اختي اكرا ميغنجيبها منك هات البيستاج قلت لكم كينا واحد زبتة اسمه كريمة البيستاجو والباستيل دي بيستاجو مهم غنشبها نخلط مزيان هات المواد الكملة اللي ذكرت مع بعضيتها صراحة كي يجون بزونين بزاف وليمالا قوهم عندي الاخوات ديالي والصديقة ديالي عجبوها بزاف كي يجون مقرمشين وكي يجون معلقين نضيف هنا ثمان واحد معلقة كبيرة منها ماء الزهر فانا اكتفت بملعقة واحدة لان هذه التعليكة والزبدة والغليكوز صافي في الزقول العقدة ديالي فاكتفت بملعقة واحدة ولكن دائما كنقول لحسب النوعية اللوس كي يكون ناشف كي يكون يشرب تقدروا تحتاج المعالقة ثلاثة يعني نجمعه بالمظهر وصافي كنحاول نعجل مزيان وندخل البيستاج مع اللاوز وبالنسبة ان هذا البيستاج كتعطي اللون واناكها في نفس الوقت كنحاول دائما العقدة نعطيها حق في الدلك وصافي هذه الحشوة تشكل معنا بسهولة تجي معلقة والمادق ديالك يجي رائع جدا يعني خالط اللوز مع البيستاج تجي كتحمق ان شاء الله انا سوف نتلقى معكم كي نشكلهم حريب لات طبعا بالنسبة نشكل كي يبقى وما تتحكموا فيه تقدروا تعملهم قنطات تقدروا تعملهم بريوات تقدروا تعملهم لسيجر طوالي كيف يدعوا الاختيار سوف نشكل قد نشكل هذا الحريب لات طريقة اما تشكلهم بين يدكم او لا تشكلهم على طاولات العمل تقدروا تنشي جيدا كنت تشاركت معكم عاملية فات عمليفات عقدة اللوز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستعمل الورقة التي نقسمها لأربعة نقوم بحشوة من الجوانب ومن ثم نقوم بإمكانكم تقرر نفس العملية نقوم بحشوة من الجوانب 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 اضافة المعسلات اضافة المجمد ومعسلات المجمد اضافة المجمد اضافة المجمد فمكزار فمكزار سيتم كمادرن المجمد هواهه حقا اختيارة ونضرب بسطاج كمي يمكنك تخطيروا ان شاء الله حسب الرغبة نستمر بسطار نشكله كمي ان شاء الله ونشكله مع الطبق التقديم وهذا هو وشك النهائي القنطة لنا السيجار باللوز والبسطاج لكي يجو اروع من الروعة نصيحة تجربوهم لانهم يجو كي حمقوا فنن شي حاجة مغايرة على المعتاد وان شاء الله كنتم مننا ينالوا استحسانكم واعجبكم وكنتم مننا نقول دائما الفيديوين الحقوا في المشاهدات وفي التشجيع ديالكم فبكم نطلعوا بكم نقدموا الجديد والاهم باذن الله وان شاء الله بقي معكم معسلة اخرى لان وعدتكم اربع معسلات من كيلو لوز فقط طبعا كنزيدوا اضافات اشكال مختلفة ومتنوعة وانتو من سمعوا صوت القرمى صرحة الحشوة معلكين فنن ما تشبعوشي منهم كانت منه ان شاء الله تجربوهم ودائما كانت نتقدر منكم تطبيقاتكم على الاستغراب شكرا لكم على حس المتابعة شكرا لكم على تشجيعاتكم وتعليقاتكم اللي كتخلولي دائما كتكون يعني صف التعبر خني محفزة وكتعطينا نزيدوا اكتر واكتر شكرا لكم السلام عليكم انتظرونا مع معسلة رابعة بإذن الله مع السلامة